هذا الخطاب الذي انتظره الجميع ممن يهمهم الأمن القومي المصري سواء كان هذا الجميع في الداخل أم في الخارج طبعا احنا شفنا مواقف مؤيدة إلى النهاية من معظم الدول العربية على رأسها المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة وشفنا أيضا تفاهم أوروبي وتفاهم أمريكي لما أعلنه أمس الرئيس السيسي لكن طبعا وهذا هو المتوقع طبعا شيء منطقي أن حكومة الوفاق ترفض ما جاء في خطاب الرئيس السيسي أمس وهذه الحكومة بتعيش أفرادها من مبارح حالة ممكن نسميها حالة ذعر شديد الذعر مش من الرسائل التي جاءت مش فقط من الرسائل التي جاءت في خطاب الرئيس السيسي ولكن مما تحمله هذه الرسائل من إنذار يفهمه الحكام الفعليين لطرابلس الحكام اللي هم موجودين في العاصمة التركية أنقرة حكومة الوفاق النهاردة بتعتبر ما جاء في خطاب الرئيس السيسي بالأمس تدخل في الشؤون الداخلية الليبية انتهاك للسيادة الليبية ده المصطلح اللي هم استخدموه في البيان بتاعهم يعني الرئيس الذي يحذر ميليشيات جماعات إرهابية مرتزقة عصابات يحذرهم يا جماعة حزاري من الاقتراب من الأمن القومي المصري هذا الرئيس عندما يتحدث هذا الحديث يعتبر في عرف حكومة الوفاقة التابعة لتركيا يعتبر انتهاك للسيادة الليبية في هذه المواقف دايما في جملة كده باللغة العربية الفصحة بيقولوا فيها أيها الخجل أين حمرتك لأنه حكام طرابلس أو القائمين على أمر طرابلس بفرامان عثماني لا يخجلون وهم الذين استدعوا الغازي هم الذين جلبوا المرتزقة والميليشيات لتهدد الشعب الليبي قبل أن تهدد الأمن القومي المصري لأن الشعب الليبي المحكوم في الغرب من قبل هذه الميليشيات هو شعب مغلوب على أمره وهو شعب مهدد في لقمة عيشه ومهدد في حياته طيب أيضا من ضمن ردود الفعل النهاردة ومن مبارح القبائل الليبية القبائل الليبية بالتأكيد هي رقم صعب في المعادلة الليبية لا شيء يحدث في ليبيا ولا شيء سيحدث في ليبيا بدون كلمة القبائل الليبية أي حل سلمي أي حل دبلوماسي أي حل عسكري لن يتم إلا بتوقيع وبصمة القبائل الليبية لأن هذا هو المجتمع الذي يبنى على قبائل يعني المجتمع الليبي والدولة الليبية والشعب الليبي الشقيق له طبيعة خاصة هي تتمثل في أن الكلمة الفصل دائما تكون للقبائل طيب المجلس الأعلى للقبائل الليبية النهاردة بيقول أن دعم تركيا للتنظيمات الإرهابية هدفه تمكين الإخوان وأن التدخل التركي يهدف لدعم الإرهاب في أفريقيا وأن الحل السياسي يبدأ بطرد غزاه ونزع سلاح الميليشيات هذا هو المجلس الأعلى للقبائل الليبية